في العين التالتة برعاية كوكاكولا هتجيب له كل ما شفتهوش عندنا لقاطات ما شفتهاش وحكايات هتعجبك جدا ولا ايه كريم اكيد طبعا في العين التالتة هتشوف حاجات في كاس الأم الأطرقية ربما تكون العيون العادية ما خدتش بالها منها واكيد في حاجة العيون كلها خلت بالها منها وهي موضوع طبعا محمد صلاح موضوع الساعة بس احنا حنتناول الموضوع يا دينا من زاوية ربما ما يكونش الناس كتير تكلموا فيها محمد صلاح طبعا مبارح كان حديث السوشال ميديا واكيد طبعا موضوع محمد صلاح والاتفاق اللي تم ما بين ادارة ليفر بول واتحاد الكرة المصري ان محمد صلاح يعني يرجع لنادي ليفر بول بعد نهاية موضوعات كاف فردي من اجل العلاج مع نادي ومع طبعا وضع كده هو ايه يعني ما بامل لو الدنيا مش الكويس مع المنتخب ويكمل مثلا ليه السيمي فاينل او الفاينل ممكن محمد صلاح اهو كلام عالفاينل الكلام مش سيمي فاينل اما خلالك وطبعا الناس مختلفة في موضوع لمدة العلاج الاربعتشر يوم اما عاشرة احنا هنرجع في دور التمانية ولا هنرجع في السيمي فاينل ولا هنرجع في الفاينل هو شد ولا مازد بس بكل امانة ده مش موضوعنا الوقت احنا عايزين ناخد الموضوع من عين تلتة تانية اخر وبعيدة وهي فعلا ايه القرار الصح ايه كان المفروض يتاخد دي نقطة ما حتش كانت لها خالص اكله واخد بكل امانة في ناس واخد الموضوع انه هي ناس بتحب محمد صلاح واخد الموضوع انه هو لا يا جماعة ده جمعة اللاعب وفي ناس طبعا بتشوف ان المنتخب مصر طبعا كمنتخب مصر والاسم ما ينفعش اكبر اللاعب لكن احنا عايزين فعلا نقول ايه صح ايه صح في الموقف ده ديني انا بشوف كان واجب على محمد صلاح نفسه ان هو اللي حل الازمة دي بمعنى يعني يحلها ازاي يعني اللاعب هو اللي كان ممكن يقدر يحل الدائلمة دي كلها ازاي بقى دلوقتي انا عندي تقرير طبي من دكتور المنتخب وطبعا النهاردة احنا بنتكلم من طبيب المنتخب طبيب مش قليل هو الدكتور محمد ابو العلاء ده دكتور طبعا له يعني تاريخه قوي جدا 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 مش في يعني مش في العظام والخصول بشكل عام لا في الاسابات الملاعب والتخصص صعب جدا يا جماعة انا بشوف النهاردة محمد صراح كان يجيب عليه ان هو هو يقعد مع الدكتور محمد ابو العلاء يقول له انا وضعي ايه انا وضعي كذا باي انا النهاردة وضعي محتاج كلعب حرجع امتى الله يمكن الدكتور محمد ابو العلاء يقول له انت خلاص البطوة دي بالنسبالك انت اوت ساعتها محمد صلاح هيبقى عنده منظور تاني دازم نبص منه وهو ان هو مش مجرد لاعب عادي في الفريق لا ده كابتن الفريق والقائد وبالتالي كابتن الفريق عنده دور معناوي اكتر من الرول بتاع اللاعب ده ودي نقطة انا مش شاف حد يعني مش شاف حد خارس بتكلم فيه الناس بتحاول طبعا تطلق الاتهامات على على كل طرف فريقين كل فريق عايز يكسب المجتمع حل الموضوع ايه هنتعلم منه عشان مرة جاية وهو ده ممكن نتكرر نخلي بالك دلوقتي بقى في سابقة خطيرة جدا في المنتخب ايه هي ان انت النهاردة رسخت ان اي لاعب تصفر منتخب من حقنا دي انه يخطر سواء كان محمد صراح او اي حد تاني وكلمة ايش معنا هتطلع بالضبط بعد كده انت ما تعرفش في المستقبل ايه لا هيحصل طالما ان الادارة الحالية الاتحاد الكرة موجودة تم ليفر بول هو بس مش متطمن للاجهزة اللي موجودة في كوتفوارو بيقولك طريقة العلاج مش هتبقى مناسبة وحتطول رجوعه للملاعب تاني بوس يا دينا فده حق النادي لكن فين حق المنتخب لا صح 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 احصل مع ادوات المنتخب وهنا القرار طب كان واضح جدا جدا او كان عند الكابتن حازي امام واضح جدا حتى ليه كابتن حازي امام ليه مش اه لان كل اعضاء مجزة حاجة اه الكرة قالوا احنا مناعرفش حاجة عن البيان اه استاذ جمال علام الباق ماعرفش البيان طلع من الكابتن حازي امام والاستاذ خالد برماندالي اللي هو رئيس البعث والكابتن حازي امام هو المشعى المنتخب فالنهاردة هم اخدوا الموضوع من صيغة مختلفة خالد وما اشرقوش بقوية اعضاء اتحاد الكورة طب انا كمان عايز اسألك على التوقيت هل التوقيت كان مناسب ليلة مطش مهم جدا وفيصالي في مشوار مصر في كاس امم افريقيا لا لا وازاي كلوب هو اللي يعلن قبل اتحاد الكورة وازاي بيقول ات ميك سنس ان هو يعمل التأهيل عندهم ايه ات ميك سنس دي ده يقريكي ان هو كان عنده معلومات بيتخليه يتكلم من مصدر قوة تخيالي مثلا تخيالي يدينا كل امانة كل امانة يا جماعة لاعب في منتخب انجلترا لاعب في منتخب فرنسا لاعب في منتخب البرازيل لاعب في منتخب من المنتخبات الكبيرة هل كان ممكن ده يحصل انا اشك تاني الصحة صحة والصحة على الناسة الصحة على الكبير قبل الصغير لان الكبير لما بيلتزم الصغير بيلتزم اكثر وبينطلبه باللتزام نوينك هتطلب من الصغير ان هو يلتزم طالما ان الكبير مش ملتزم فالنهارد انا في وجهة نظري ان كان لازم الحل العقدة دي او حل المعضلة اللي احنا فيها دي من عند محمد صلاح نفسه كان لازم هو اللي يقعد مع كل اطراف خلف الستائر مش قدام الميديا وقدام الجمهور زي ما شفنا كده حتى محمد صلاح بابي في مطمرة الصحفي ما هد ان هو لما قال ان فيه بيان مشترك هيطلع عن اصابة طبعا ايه يا صاحب ما اعرفش فهو ما هد لها لما بقت الناس ترسم الصورة طلع صلاح يعني ما يشبه المدان قدام الجمهور طب انت كده احنا نتكلم عن خناقة في السوشال ميديا وفريقين وده عايز يزبط وجهة نظره ان هي صح عايز اخدك بقى الخناقة تانية وانت عارف انا دايما يعني بحب الخناقات شوية يعني شفنا في مطش المغرب وكونغو الديمقراطية شفنا الخناقة ابتدت من الملعب الوليد الراجراجي وهو بيشد لاعب الكونغو وبعدين الخناقة تطورت في الكلواغ وبعدين اللعبة ابتدت تتراشق وهي بس مش خناقة بس كده مش شكلها مش حلو ولكن هيبقى فيه عقوبات على اللعيبة وعلى اعتقد وليد الراجراجي قولي كده من منظورك شفت الخناقة دي زي طبعا تاني لقطة معانا في نهاردة في حالة الهانة الثالثة برعاية وكولة هي لقطة المشجرة والمشدة اللي وصلت الى تشابه بالايدي بس انت في حاجة في الاول في اول لقطة ما بين الراجراجي واللاعب في حاجة دايقتك اه لان الولد لاعب الكونغو الديمقراطية كان بيسلم على وليد بكل سلام وبيوحدونه يعني هو اه هو شايفه جي بيسلم عليه فهو مد ايده فسلم عليه وهيسلم بعد هايدي مورا خلاص فوليد الراجراجي مسك ايده لما تشوفوا اللقطة مسك ايده وفضل ماسكها فالولد بدأ يحس لا ده مش سلام ايجابي ده سلام سلبي في حاجة فوليد بدأ يتكلم معاه ووضح ان هو عنده في لقطة مع اللاعب ما هو عنده خلاف معاه فبالتالي اللاعب بدأ يقول له اعطاك فوجة نظر من يعني السور اللي احنا شوفناها والفيديو بيقول له سيب ايدي تمسكش ايداية كده وحقه بصراحة يا سيب ايداية فوليد بيكمل في النقطة بتاعه ده بيتكلم في حاجة كانوا قاعد على الارض يعني بيركع وبيشتكل ربنا يعني ما جاشش خالص ناحية مدرب لا واضح تماما ان وليد وليد الواجيه طبعا مواضح جدا جدا ان هو التعادل هزه اهه هو ما كانش متخير المباراة دي هتكلمان المنتخب المغربي كان متقدم في اول تقريبا عشر دقايق بهدف والديني كان في ماشرة معاه كويس جدا حكيم اللي جاب الهدف الاول للملعب سيب اللقطة الابرز كمان غير الخناء اللي حصلت في الملعب ان بونو حاول يمتص يعني المشاكل دي قبل ما يدخلوا عالكل واق جوه علشان ما يتخلقوش معه هو بصراحة طبعا الموضوع كامل في النفق اللاعبين او اللي حسميه والفرانسي اسمه كل واقع اوكي مرسي دينا بتقدقوا الفاضل على الترجمة فالمؤسف بصراحة اللي حصل من نصيري بكل ايمانة مشهد كان سيء برضو الصورة اعتقد معانا مشهد دي ما عافش يعني اعتقد برضو ناس كتيرة ما شافيتش اللقطة دي ان النصيري جري على اللاعب الكون قديم اخد نفس اللاعب وحاول ان هو يحتكده واضحة جدا 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 هنتأكدنا ان الاخبار من المغرب جاية من الكود فور بتقول ان تم تحويل ملف المشدة الى لجنة الانضباط بالكاف وبالتالي فيه اجراءات تقديبية هيتم الاعلان عنها ربما خلال ساعات هايبقى بقى ونصيري ومدينبه كله بقى دخل طبعا طبعا ان الموضوع بصراحة دينا بصي عافى لو هو تشابك لفزي سعب بيعد اه لكن تشابك بالايدي ومستمر يعني الحقيقة يعني مستحيل واحد اه انت شايف احنا احنا مش في الشتة غالبا انا بقولي الشتة ما بقى الشتة ايه والجو يعني صيفي جدا لكن مش عندنا احنا هنا بس صحيح صحيح الحقيقة الدنيا مولع يعني وكله بيشتكي وابح جدا ان الاجواء هناك يا جماعة احنا بنتفرج طبعا من على التليفزيون مش حاسين بالدني هناك موضوع الرطوبة الناس كلها تكلمت كافة المنتخبات اللي من شايفة الافركة على وجه التحديد شايفة ما بياخدوا الكولينج بريك يعني واللعيبة اللي من اوروبا اللي بيعابوا في اوروبا او معطيين على جو اوروبا بصراحة اللعيبة الافركة اللي بيعابوا في غرب افركة او وصل افركة او جدوب افركة ما اشتكوش ان هما متعودين ورئاتهم وصدرهم متعود على الاجواء لكن اللعيبة شمال افركة اللعيبة بتاعها في اوروبا اللعيبة اللي بتلعب في اجواء بعيدة عن الاجواء دي كلهم اشتكوا مضار رطوبة وكلنا طبعا نشوفنا المسج اللي طلعت خلال احد المبارات وبتأكد كمان اللي قاله لعب المتخب المغربي ان الجو هناك صعب جدا وحتى محمد صلاح نفسه يعني اشار للحتة دي واشار ان الاجواء هناك صعبة جدا 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 مسأل ان هي مش حجة لان هي على كل المنتخبات يعني طبعا كان في بعض التحذيرات برضو من الجماهير ان انت برضو تخلي بالك من النظر الى الشمس لان طبعا الاشع ممكن ساعات ساعات بقى هاته المضرة واضح قوي ان موضوع الجو وموضوع الرطوبة واشعة الشمس صعب طبعا اهول يعني وبكده نبقى خلصنا حلقة الجولة التانية انتظرونا في الجولة التالتة من دور المجموعات شكرا جزيلا لكم ونتقابل ان شاء الله في الحلقة التالتة